اشتركوا في القناة حيث قدم وفد الجمعية لجلالته حجر هيروشيما للسلام تقديرا لجهود جلالته الرائدة في نشر قيم السلام والمحبة والتعايش وقد رحض صاحب الجلالة بسعادة السفير ورئيس وأعضاء جمعية هيروشيما للسلام اليابانية وبزيارتهم للبلاد مشيدا بمساعيهم الخير لنشر تعاليم السلام والتسامح بين شعوب العالم وأعرب جلالته عن اعتزازه بأواصر العلاقات البحرينية اليابانية الوثيقة وما يشهده التعاون التاريخي والعمل المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات في ظل السعي المتبادل لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين وأكد جلالة الملك المفدى أن البحرين تفخر بالمكانة الحضارية الهامة التي تميزت بها عبر العصور ودورها الريادي في نشر قيم الاعتدال والتسامح وتعزيز التواصل بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان معربا عن حرص المملكة الدائم على دعم كل الجهود والمساعد الدولية الرامية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار باعتبارها ثوابت أساسية تضمن للبشرية المضية بخطى واثقة في طريق التقدم والازدهار وأشاد جلالته بتجربة اليابان الناجحة في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والتنموية منوها بإسهاماتها الهامة في إرساء دعائم الأمن والسلام على المستوى العالمي مشيدا جلالته بالتراث الياباني والحضارات التي تعاقبت على اليابان وأعرب جلالته عن شكره وتقديره على هذا الإهداء المقدم لجلالته ولمملكة البحرين والذي يرمز للمحبة والسلام وقدم أعضاء الجمعية إلى جلالة الملك المفدى شرحا حول هذا الحجر الذي يهدى إلى كبار قادة دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونشر مبادئ التسامح وقدموا إلى جلالته حفظه الله شهادة تحمل رسالة عهد للسلام من هيروشيما ومن جهتهم أعرب رئيس وأعضاء وفد جمعية هيروشيما للسلام اليابانية عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على ما لقوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مشيدين بجهول مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وإسهاماتها البناءة في خدمة قضايا السلام على المستويين الإقليمي والعالمي متمنين للبحرين وشعبها الكريم المزيد من الرفعة والرخاء ترجمة نانسي قنقر